أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستبع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نسفما فعليهن نسفما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تسبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عجيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وذلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما كرك الوالدان والعقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للقيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختعلا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفكون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا ومن فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يذلم مذ قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لنه وجر العظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الضائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أنفت يمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تدلوا السبيل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موابعه ويقولون وَيَكُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطُعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانذرنا لكان خيرا لهم وعقوا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يذلمون فتيلا انذر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتعبوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نبجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج متحرة وندخلهم زلا زليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبَلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّابُوتِ وَكَدَ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِكِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِكِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِبْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ وَكُلَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيُقًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعذون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتًا وإذن لآتيناهم من لدنا أجرًا عظيمًا ولهديناهم سراطًا مستقيما ومن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيكِينَ وَالشُّهَدَاءِ من النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيكِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَخَذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَطْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَكُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَذِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجَرًا عَذِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَكُولُونَ الَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّابُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إن كيد الشيطان كان ضعيفا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَكِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاءَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَالُ إِذَا فَرِيْكٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَا النَّاسَ يَخْشَوْنَا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبَتَ عَلَيْنَا الْكِتَالُ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُذَّمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدَرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُسِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَكُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُسِبَهُمْ سَيْئَةٌ يَكُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يُتِعِ الرَّسُولَ فَكُدَعَ طَاعَ اللَّهِ وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظٌ وَيَكُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَكُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاعْظِدْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْبِ قَيْرِ اللَّهِ لَوَجَلُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَسِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّذ المؤمنين عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مكيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم الكيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافكين في أتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت سدورهم أو جاءوكم حسرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلكوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سكفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنته ولية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساك فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضُرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَتَكُونَ تَبْتَكُونَ عَرَضُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَقَانِمُ كَسِيرَةَ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبَلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين عجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستدعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع جره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم عزا من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فعكيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موكوتا ولا تهنوا في بتقاء القوم إن تكونوا تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خسيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يذلن نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إذما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإذما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يبلوك وما يبلون إلا أنفسهم وما يذرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم 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 فليبيرن خلق الله ومن يدخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا قرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله كيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يذلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفدونك في النساء كُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَقَبُونَ وَتَرَقَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَبْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَكُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْكِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امرأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحًا وَالْسُلْحُ خَيْرِ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَ وَيُهْنِ اللَّهُ كُلًا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدَ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَلِدَّكُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يرين ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكست شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فكيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافكين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تكعدوا معهم فلا تكعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافكين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يهكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالله يهكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافكين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافكين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين عجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ترجمة نانسي قنقر